بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن معرفة حقيقة الرحمن الرحيم ما حقيقة الرحمن الرحيم نحن جميعا نقرأ صورة الفاتحة ونبدأ بأول كلمة الحمد لله رب العالمين تعرفنا عليها في حلقة الأمس بعدها نقول الرحمن الرحيم ما معنى هاتين الكلمتين العظيمتين وما حقيقة الرحمة الربانية الإلهية وما أثر هاتين الإسمين على النفس البشرية وإذا كان الله رحمن رحيم فلماذا أخرج أبانا آدم وأمنا حوى من الجنة لماذا أخرجهما إذا كان الله تعالى رحمن رحيم وكيف يكون الله رحمن رحيم والناس بعضهم يتساءل لماذا الحياة مليئة بالشر وفيها الناس عندهم أدرار وهناك المعذبين في الأرض وهناك المرضى تساؤلات كثيرة يطرحها العقل البشري حول حقيقة الرحمن الرحيم تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام نتعرف عن السر الكامن داخل هاتين الكلمتين العظيمتين التي هما من أسماء الله الحسنى تعالوا نتعرف عن حقيقة الدات الإلهية تعالوا نتعرف عن الألطاف الربانية الرحمن الرحيم هما إسمان من أسماء الله تعالى فهم من أسماء الله الحسنى الرحمن ذكر في القرآن العظيم سبعا وخمسين مرة إذا تصفحنا كتاب الله تعالى سنجد بأن هذا الاسم ذكر سبع وخمسين مرة أول ما ذكر في قوله تعالى في الفتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وذكر أيضا في البقر مثلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ذكر في سورة مريم إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وذكر في الفرقان الملك يومئن الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرة اسم الرحمن مذكور كثير وفي مواقف عظيمة إما في معرض الحديث عن كرم الله وجود الله وعطاء الله لخلقه وإما في مشاهد يوم القيامة الرحمن أما الرحيم فقد ذكر مئة وأربعة عشر مرة مئة وأربعة عشر مرة منها قوله تعالى إنه هو التواب الرحيم وقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم كثير جدا هذين الإسمين هما مشتقان من الرحمة والرحمن أشد مبالغة من الرحيم الرحمن هو أشد مبالغة من الرحيم لكن ما الفرق بينهما الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة إذا سمعنا الرحمن هو صاحب الرحمة الشاملة الرحمة الواسعة لكل الخلائق للإنس للجن للملائكة للحيوانات لنبتات لكل شيء في الدنيا والآخرة رحمن للجميع أما الرحيم فهو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين الذين يؤمنون به والذين يعتقدون بوجوده والذين يتلمسون آثر رحمته فهو خاص فقط بالمؤمنين الذين يقولون لا إله إلا الله فالرحمن هو أشد مبالغة وأشد عظم من رحيم لأنه بناء على فعلان أشد مبالغة من فعيل رحمن رحيم في القياس العربي نقول فعلان فعيل فعلان هو أشد مبالغة من فعيل ورحمة الله تعالى سابقة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي هذا أول ما كتب الله لما أراد ربنا أن يخلق الخلق قبل أن يخلق الخلق لا زال هناك فراغ لأن في أول الوجود كان الله ولم يكن معه شيء لا قبله ولا بعده أول قبل الوجود آخر بعد الخلود متلق عن الحدود أول ما خلق خلق القلم قلم القدرة وقال أكتب قال يا ربي وماذا أكتب قال اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد فقال القلم يا رب املي علي ماذا أكتب فماذا أمل الله تعالى على قلم القدرة من فوق العرش قال اكتب إن رحمتي سبقت غضبي وفي رواية غلبت إن رحمتي غلبت غضبي وهذا معنى قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة الله جل جلاله وصف نفسه سبحانه بالرحمة وتسمى بالرحمن قبل أن يكون بنو آدم قبل أن يكون بنو آدم سمى نفسه الرحمن هذا الرحمن كما ذكرنا هي صفة معناها وسعت رحمته جميع الخلقي الرحمة دي الرحمن كتشمل المؤمن وكتشمل الكافر وكتشمل الملحد وكتشمل كل الخلق في الدنيا لكن الرحيم هو خاص بالمؤمنين الذين يعتقدون بوجوده ويسيرون على منهجه وشريعته كلمة رحمن هذه لا يجوز لأحد أن يلقب نفسه بها ما يمكنش واحد يقول أنا اسمي رحمن أبدا فيروى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوة الإسلامية كان يدعو إلى التوحيد وكلقى المشركين كيعبدوا آله متعددين كيقول لهم راه الله تعالى راه واحد ليس متعدد ليس هناك إله المطر وإله الشمس وإله الحرب وإله السلم والإله الذي يعطي الأولاد والإله الذي مكلب بالزواج هذا كل كلام خرافات وأساطير هناك رب واحد هو الذي يدير شؤون العالم في كل شؤونه كبيرها وصغيرها عقول المشركين لم تكن تستوعب هذا المعنى فلما كان سيدنا النبي يناجي ربه وهو في الحجر حجر إسماعيل عند الكعب المشرفة في أول الدعوة كان يدعو ربه ويناجيه ويقول يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن سمعه أبو جهل فرجع إلى جماعة من المشركين وقال لهم ألا ترون أن محمد يدعو إلهين قالوا كيف قال سمعت يقول يا الله يا رحمن عنده إله اسمه الله وعنده إله آخر اسمه رحمن إذن هو مشرك فنزل قول الله تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى قل ادعو الله او ادعو الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى اسم عظيم لدرجة ان الله عز وجل وصف به نفسه في كتابه العزيز للدلالة على الكبرياء والهيبة والسلطان والتدبير لما قال الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى يعني هذا الوجود كل ربنا سبحانه وتعالى يمسكه بيمينه ويطويه كطي السجل للكتب هذا معنى الرحمن اما الرحيم فممكن ان يتصف به الانسان هناك من يريد ان يسمي نفسه رحيم اذا كان انسان لطيف وانسان فيه رحمة وعطف ممكن نصفه بانه رحيم لكن لا يمكن ان نصفه رحمن رحمن خاص بالله وحده لا شريك له وربنا جل علاه سمى نبيه وصفيه محمد سماه رحيم اعطاه صفة الرحمة قال لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رؤوف رحيم سمى النبي الكريم وهو بشر سمه بانه رؤوف رحيم فنحن جميعا ايها الاحب الكرام نصلي كل يوم بالفاتحة ونقول الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما معنى هذين الاسمين هذين الاسمين يدلان على الدات الالهية العالية هذين الاسمين هما مفتاح لكل خير ومغلاق لكل شر إذا فهمت واستوعبت هذين الإسمين عندك أيها المؤمن وعندك أيها المؤمنة مفتاح عظيم لكل خير ومغلاق لكل شر معناها أنه ربنا آردنا أن نكررها ونستوعب معناها لنشعر بأنه لا ملجأ لنا من الله إلا إليه إذا وقعت لك أي شدة إياك أن تلجأ إلى الخلق إياك 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 أن تستغيث بالخلق استغيث بالله وحده واطلب الخير من عند الله وهو سبحانه وتعالى سيصطفي لك أطيب وأنبل خلقه ويسخرهم لك لا ملجأ لنا من الله إلا إليه ولا خير يأتينا إلا من قبل الله ولا يدفع الشر عن أحد سوى الله سبحانه والله تعالى حدثنا عن هذه الرحمة الكبيرة التي لا تدنيها رحمة في الوجود رحمة الله تعالى شاملة لجلائل النعم وأصولها رحمة شملت أرزاق الناس وشملت مصالحهم وهذه الرحمة عمت للجميع المؤمن والكافر والبر والفاجر رحمة شملت ما تحيى به القلوب وتزكى به النفوس وتزول الكروب وتستر العيوب وتضيء القلوب إنها رحمة الله العاقل والمستثمر عليه أن يبحث عن رحمة الله كلما تلمستها فإن الله تعالى يزيل عن قلبك وعينيك الحجب وإذا وصلت إليها وصلت إلى سر الوجود كيف نصل إلى رحمة الله بالنظر والتفكر في الوجود ونتذكر ونتفكر في الآثار آثار الرحمة الإلهية سواء منها الخاصة والعامة خلق الله تعالى رحمته تجلت أول ما تجلت في الخلق تصور معي أيها الأحبة الكرام نحن جميعا كنا عدم أي نعم أنت أيها الإنسان الذي تعتد بنفسك لقد كنت من قبل عدم كنت لا وجود لك ثم ربنا عز وجل خلقك كنت نطفة من منيم تمنى ثم صرت علقة ثم مضغة في رحم أمك بعد أن انتقلت من عالم الأصلاب من صلب أبيك إلى رحم أمك وربنا سبحانه وتعالى أعطاك السمع والبصر والعقل وأعطاك الاستعداد الكامل للحياة أعطاك جميع الوسائل لتعيش أعطاك التعليم التعليم الداتي وعلم آدم الأسماء كلها نحن نخرج من بطون أمهتنا شبهم تعلمين كل شيء وإنما نحصل المعارف فقط لنزداد علم إنها رحمة عظيمة لو بقيت في عالم الفناء لا وجود لك هيهات هيهات ولكن الله تعالى من رحمته أنه أنشأنا وخلقنا وكوننا ثم بعد أن جعلنا في الأرض سبحانه وتعالى أرسل إلينا الرسل أكبر رحمة من ده أنه أرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب وهدان من الضلالة لأن الذي ليس له كتاب ولا رسول ولا هدى فإنه كالبهائم وكالأنعام بل هم أشر وأشد والعياد بالله ثم الله تعالى من رحمته عرفنا عن أسمائه وصفاته وأفعاله هو سبحانه عرفنا عن نفسه برحمته سبحانه أطلع الشمس والقمر كل يوم نرى حركة دعوبة في الشمس والقمر برحمته جعلنا الليل والنهار الليل سبات والنهار معش برحمته بسطنا الأرض جعلها مهادا وفراشا وقرارا للأحياء والأموات في حين أن هناك كواكب بجوارنا القمر وعطارد والمريخ والزهرة غير صالحة للحياة والأرض بسطها الله ومهادها وجعلها قرارا ومهادا وفراشا ومن رحمته أنشأ لنا السحب وأنزلنا الأمطار وأطلع لنا الفواكه والأقوات والمراعي سبحانه كل هذا ربنا يكشف لنا عن حقيقته يعرفنا بداثه ويسخر لنا كل ما في هذا الملكوت وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لتحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ربنا يعرفنا بداثه العلية يعرفنا برحمته الواسع الشاملة ومن أعظم رحمة الله يا سلام من أعظم رحمة الله أن الله تعالى يفتح باب التوبة لعباده المذنبين من أعظم رحمة الله أنه يفتح باب المغفرة ويفتح باب الإنابة لعباده المذنبين ويقول جل جلاله في كتابه العزيز قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم هذا من أعظم رحمة الله تتجلى علينا هذه الرحمات وتفتح لنا أبواب الأمل أمام المذنبين تعطينا الأمل بأن ننسى الماضي وأن نفتح صفحة جديدة مع الله وهو سبحانه وتعالى يسترنا وهو يغفر ذنوبنا وهو ينصحنا أن لا نقنط من رحمته لا تقنطوا من رحمة الله خطاب لكل من فقد الأمل وشعر باليأس ربنا يقول إن رحمتي واسعة هكذا قال كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور الرحيم لا إله إلا الله رحمة الله تعالى واسعة هذه المعاني أيها الأحبة الكرام كان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصفها ويغرسها في قلوب أصحابه الجيل الأول يسمى جيل الصحابة الرعيل الأول الجيل القرآني الفريد بماذا يمتاز عن بقية الأجيال لأن فيهم سيدنا محمد كان يعيش معهم وكان يربيهم وكان يغرس هذه المعاني في قلوبهم كلما مر النبي الكريم بلحظة من اللحظات لا يتركها حتى يغرس هذه المعاني في القلوب مرة كان هناك حرب ولما انتهت جاء السبي جاء بالسبي وقد انتسر المسلمون ومن بين السبي امرأة تحمل صبيا وتلسقه ببطنها وترضعه وهي من المشركات ترضع رضيعها فلما رأها النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قالوا لا والله لن تقدر أن تترحوا في النار فقال صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها لله أرحم بعباده من هذه بولدها الله تعالى رحمه رحيم حتى بالمشركين حتى بالمدنبين سيدنا النبي قال إن لله مئة رحمة أنزل من رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام بها يتعاطفون وبها يترحمون وبها تعطف الوحوش على أولادها جزء واحد من الرحمة أنزله الله تعالى قسمه على كل الخلق الجن والإنس والبهائم والهوام كالقول الوحش يعطف على ولده حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه الفرس ملكه بوليدها يرضع كترفع الرجل ديالها وكل الحيوذات هكذا والأمهات مئة واحدة خلقها الله في الأرض يتعاطف بها الناس ويترحمون وأخر الله تعالى تسعا وتسعين رحمه يرحم بها عباده يوم القيمة تسعا وتسعين رحمه هي الكبرى يرحم بها عباده يوم القيمة لكن السؤال الذي يتبادر إلى الدهن وطرحناه من قبل إذا كان الله تعالى رحمن وإذا كان الله تعالى رحيم فلماذا أخرج أبونا آدم وأمنا حواء من الجنة لماذا لم يمكت آدم وحواء في الجنة يتناعمون وليس هناك لا ذنوب ولا خطايا ولا عقاب ولا جزاء كان من البدء أن يخلق الله الجنة ويخلق الناس يتناعمون فلماذا خلق الخطيئة وخلق التوبة وخلق المعاناة الجواب أيها الأحب الكرام أن أبان آدم حينما أخطأ ووقع في المعصية في الجنة بماذا ناداه الله تعالى وقد أصبه الجزاء ربنا جل جلاله الرحمن الرحيم قال يا آدم لا تجزع من قول لك أخرج منها ربنا قال لآدم أخرج منها من الجنة أبونا آدم شعر بالخوف وكأنه طرد من الجنة فقال الله تعالى الرحمن الرحيم يا آدم لا تجزع من قولي لك أخرج منها فلك خلقتها ولكن انزل إلى الأرض وذل نفسك من أجلي ذل نفسك من أجلي وانكسر في حبي حتى إذا زاد شوقك إلي وإليها تعال إلي لأدخلك إليها مرة أخرى الله ربنا أراد من مقاصد الخلق أن الإنسان إذا دخل الجنة لن يقدر هذه النعمة ولن يوفي حقها فربنا شاءت قدرته أن ينزل أبان آدم وأمنا حوى من الجنة إلى الأرض وطلب منه أن يتدلل ذل نفسك من أجلي تدلل إلى الله انكسر في حبي كن عبدا عبدا منكسرا أمام أدات الإلهية حتى إذا زاد شوقك إلي نحن كل صلاة نصلي لله نشتاق إليه وكلما وجدنا مصاعب في الدنيا نشتاق إلى دارنا دارنا هي الجنة كلما زاد شوقك إلي وإلى الجنة تعال إلي لأدخلك إليها مرة أخرى بعد الموت ننتقل إلى عالم البقاء للدخول للجنة ربنا عز وجل يخاطب آدم ويجيب عن سؤال المتفلسفين الشاكين لماذا أخرج الله آدم للجنة يقول يا آدم كنت تتمنى أن أعصبك قال آدم نعم يا رب فقال الله تعالى يا آدم إذا عصمتك وعصمت بنيك فعلى من أجود برحمتي وعلى من أتفضل بكارمي وعلى من أتودد وعلى من أغفر يا آدم ذنب تدل به إلينا أحب إلينا من طاعة تترأى بها علينا يا آدم أنين المذنبين أحب إلينا من تسبيح مرأين الله تعالى كان بإمكانه أن يخلقنا معصومين من الخطايا ما عندنا لا ذنوب ولا خطايا ولا رغبة رغبة في الإساءة لكن إذا عصمنا الله تعالى فربنا اسمه الجواد على من يجود برحمته وربنا اسمه الكريم على من يتفضل بكرمه وربنا اسمه الودود على من يتودد من خلقه وربنا اسمه الغفور على من يغفر لخلقه الله تعالى له الحكمة المالغة البعض يقول إذا كان الله فعلا رحمن رحيم فلماذا نرى الناس مبتلون بالأمراض عندهم أمراض وأسقام وهناك أناس معذبين في الأرض مهمشين وعندنا أناس عندهم أضرار كبيرة وهو قادر على إماطة ما بالناس من هذا الأذى هناك حروب هناك ضمار هناك خراب هناك موت الدنيا طافحة بالأمراض والمحن والبلايا والله تعالى عنده القدرة البالغة على إيزالة الجميع لماذا هذه الدنيا مليئة بالخطايا وبالأمراض وبالابتلاءات والحروب والله يصف نفسه أنه رحمن رحيم الجواب أيها الأحبة الكرام أن الله سبحانه تعالى له الحكمة بالغة تلك الابتلاءات هي في الحقيقة هي اختبارات الله تعالى من رحمته الواسعة بعباده يختبرنا وهذه الخبرة هي من خلالها ربنا سبحانه وتعالى يتبين له ويتحقق من هم أصحاب العزيمة وأصحاب الإيمان واليقين ومن هم التجار أصحاب المصالح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا عن النعيم الذي يلقاه أصحاب البلاء في الآخرة حتى قال يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بمقاريد الله سبحانه وتعالى أهل البلاء الصابرون وقد تمت عزيمتهم ويقينهم يوم القيامة يفضلهم عن بقية الخلق ويعطيهم المقامات العالية وأصحاب العافية لما عندهم لا أمراض ولا أسقام عندهم المال وعندهم الخير وكشف الآخرين يعدبون وصابرون أصحاب العافية يقول يا رب لو أنك في الدنيا أيضا جعلتنا من أصحاب البلاء لو أنك جعلتنا مبتلين في صحتنا لو أنك ابتلتنا في أموالنا لماذا؟ لأنهم رأوا بأن أهل البلاء يعطون من الثواب ما لا حدود له فربنا سبحانه وتعالى سيجعل أهل البلاء أكثر إحساساً برحمة الله تعالى لما يزول عنهم البلاء يشعرون بآثر رحمة الله بأنها سابغ عليهم مرة أعربي من الأعراب سمع بالإسلام فركب على جماله وقادم إلى المدينة حتى وصل إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمام الملاء سأله الأعرابي وهو غريب قال يا رسول الله من يحاسب الخلق يوم القيامة؟ من يحاسب الخلق يوم القيامة؟ فقال النبي الكريم الله فقال الأعرابي الله بنفسه يحاسب الناس يوم القيامة فقال النبي الكريم نعم هذا الأمر لن يكون موكولاً إلى ملك أو إلى نبي بل إلى الله وحده هو الذي سوف يحاسب الناس ليس هناك قاض ولا هناك وكيل الله وحده يحاسب الخلق فقال الأعرابي اللهم لك الحمد وتبسم هذا الأعربي وضحك فقال له النبي الكريم لم تبسمت يا أعربي قال يا رسول الله إن الكريم إذا قدر عفى وإذا حاسب سامح فقال النبي الكريم فقه الأعربي فقه الأعربي مدام أن الله تعالى هو الذي سوف يحاسبون بنفسه فالله تعالى هو كريم والكريم إذا قدر على شيء عفى من صفات الكريم أنه يعفو وإذا حاسب سامح فقال فقه الأعربي لأن ذي الفطرة السليمة ربنا سبحانه وتعالى كريم بعباده حتى جعل النبي الكريم يقول والذي نفسي بيده لا يدخلن الجنة الفاجر في دينه والأحمق في معيشته والذي نفسي بيده لا يدخلن الجنة الذي قد محشته النار بذنبه والذي نفسي بيده لا يغفرن الله يوم القيام مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه الله تعالى الرحمن الرحيم سيتجل على كل خلقه برحمة واسعة ومغفرة شاملة حتى إبليس اللعين الكافر الجاحد حتى هو يتطاول رجاء أن تصيبه هذه المغفرة إنها مغفرة عظيمة ومباركة والله سبحانه وتعالى من رحمته الوسعة طلب مننا أن نردد هذه الكلمة نردد الرحمن الرحيم هذه الكلمة أيها الأحباب الكرام كلما صليتم وقرأتم بالفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تذكروا تذكروا ما معنى الرحمن وتذكروا ما معنى الرحيم فإن ذلك له أثر في النفس عظيم يجعلك تشعر بالرحمة والمغفرة والرضوان فاللهم يا أكرم الأكرمين ارحمنا برحمتك الواسعة واشملنا بعطفك وجودك وكرمك قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحب الكرام يسعدنا أن نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 نبدأ أول مكلمة من أجذير مع للا خديجة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا نعمل لبات عليك قلت عليها أقالت لك بنتي خديجية مرحبا يا مرحبا الله يعني شحال هذه كانت تصو مكاشف لي خطوطنا حفرحانا مليزين زيان اليوم والله إلا فرحانا بارك الله فيك بنتي يا مرحبا بيك الله إلا عميش حال هذه كانت تصو بغيت نسولك عندي شحال أسيلة والله إلا شحال كانت تصو مكاشف لي الخطوط إذا نعمل لبات عليك اللهم أمينة بنتي جزاك الله الفخير عافك عمي عميش لأسيلة الله يرحملك الوالدين يا تفضلي قل يومني يا لابنتي عافك عمي أول سؤال أنا متوقرة في اللي قلت عليك أي يعقلت عليك يا الله يسهل عليك ورب يسهل عليك لانظم عافك أبي ضدك دعي معي بشي الضوص صالح لله يرحملك الوالدين يا رحمن يا رحيم والسؤال هو عميش حوائجي كامل يدهم لي طالق دي كل حوائجي بزاف تلحوائج الليلة عمي كلهم بزاهم لي وبيض حافك نتقول لك غير كيفاش هنحط لغاتي من هدوك الناص اللي يجيهم وصفحي حيث كاي يقول غاديرو اللي نديرو لها نبحول لها ما تجوش ما تقول ببيض حافك غير كيفاش نحط لغاتي من هدوك الناس حيث كل جو حوائجي عندهم والسؤال الثاني عافك السؤال الثاني عافك دابا ان شاء الله إلى دازر رمضان شوال واشكر ننصهم واشكر نزال شوال لانو بزوها بحال يوم العيد غدا بدأ ولا حتى دي ثلاثة يام مورا العيد حيث كان لي كاي يقول لي دي ثلاثة يام مورا العيد كان لي كاي يقول غيني لداز العيد مورا ثلاثة يام مزال شوال ايها بنتي خديجة بإيدي الله والسؤال الثاني طالت الله يرحملك الولادين على لحظة قيام الليل كانو كانو ثلاثة ساعات قبل الفجر اياه وكان صلي شوية وكان دي شوية اذكر كل شي الاستغفار وصفت عالنبي وكل اذكر كل شي يقلت هالك مئة مرة الواحد اياه وكان نعيش شوية وكان نعيش تكت فقصة على الفجر وكان نعيش وكان نعيش فيها لتاح عدنا نفيق على الفجر واشه هكيك مزيان ولا اياه وكان نذكر الله ونصلت على الفجر ان شاء الله واخر بنتي بإذن الله خديجة الله يتقبل وعافك اعمل حاج عليا ودعيم عميمتي وعافك ويتنسو حسنا 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 بالقرآن اياه كان قراء فجر كان قراء صورة البقارة تنكملها كل من هالوقف شوية تنكملها وكل من رعلا هون ومن لول واشه هكيك زائي زائي زول هنقلقوا عن كل شي حسنا نكمل وعادوا ودعوا عودتاني من لول واخر بنتي بإذن الله خديجة الله يتعمل حاج لك الممكن نمرة لأن الإنسان اللي يهتم بالدين هذا على الطريق المستقيم كل اللي يهتم بالدنيا بالتجارة بالسياسة بالاقتصاد بالفن بالرياضة كل هذه أشياء مهمة في الحياة لكن الدين هو تاج الأمور من يهتم بالدين هو دليل لأنه يتمسك بالعروة الوثقى وأنه على الطريق المستقيم والدنيا بكل همها هذا سوف تزول يوما ما قصيرا جدا لكن يبقى عندك مسجل بأنك مهتم بالدين وإذا أحب الله عبدا فقهه في الدين بنتي خديجة أنت مطلقة نطلب الله سبحانه وتعالى يعودك خيرا وهذه مناسبة أن نسبة الطلاق هي مقلقة في صفوف عدد كبير من الناس وازدادت مع أزمة الكورونا الناس تصابوا بالقلاق وتصابوا بالاكتئاب ولو متوترين على أبسط الأشياء كمشي طلق ومن بعد يخلق كاريتا يخلق يخلق واحد دوامة نطلب الله سبحانه وتعالى يهدأ النفوس واللي يطلق يعاود يراجع نفسه يراجع نفسه لعله يكون خاطئ را غتبدي المرأة بمرأة وغتبدي راجل براجل ومن الأحسن خيرنا ما يدي غيرنا نبقى نديرو المراجعة كان قول هذا الكلام حتى فعلا في هذا الشهور الأخيرة عدد كبير دي الناس تلقوا وحضرت لي عودوا تراجعوا من التلقوا كيسحبوا فوسهم بأنهم غيرعودوا أكتر سعادة لكن تبين لهم أنهم أكتر شقة فعودوا تسامحوا وتراجعوا كيلي تراجع داخل العدة وكيلي احتفتت العدة والمراجعة بعد الطلاق هي مهمة كتخلق واحد نوع من طمأنينة والسكينة والإنسان اللي كتعرفوا أحسن ما كتعرفوا اللهم تعالى يعود خيرنا بنتي خديجة الملابس اللي خاضوهم لعلهم أخذوها قالوا احنا لشرينهم ودفعنا فيهم النقود ربما دوضنهم من خليش إبليس يوسوس لنا ويقول لنا لغي يسحروا فيهم لأن إبليس دائما كياتك وحد الوسوس كيقول لك الملابس ديالك خصوصا الملابس الداخلية وملابس الحمام غادي يسحروا فيهم وغادروا فيهم واحد العمال شيطاني وغادي يخلك هكذا بحل البيت الذي هو بائر ما يدخل ما يدخل لحد ما يسكن في حد هذا كله غير وسوس إبليسياد غير ضنون لعل التفكير ديالهم لماذا أخذوا كل ملابسك وأمتعاتك لأنهم قالوا هم اللي شروها واستردوا حقهم المالي فقط دون أن يكون لهم قصد في الإداية بالسحر هذا كغالبا يكون غير مجرد وسوس وإلى خاف الإنسان رقي يتوقع كل هذا بإذا كان متوضي دائما ودائما كان مصلي فربنا يحميه بنيته رد نية الإنسان كتحميه من هذه الأمور سيئة بنتي خديجة إن شاء الله تعالى نطلب الله يبلغنا رمضان وبعد رمضان شاء الله غد يجي شوال الصيام كيكون كيكون من الأحسن يكون يومين ثلاث أيام ولكن بعض الناس كيفضل أنه يدوز يوم العيد حتى يوم العيد حرام أن تصوم يوم العيد ممنوع يوم العيد يحرم أن تصوم لأنه يوم أكل وشرب هكذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقال عن أيام التشريق اللي كتكون في العيد الأضحى قال هي أيام أكل وشرب وبيعال ما معنى ببيعال يعني العلاقات الزوجية كتكون نشطة أكل وشرب وبيعال علاقات الحميمية بين الزوج والزوجة دياله وفي رمضان من كي يجي شوال هو أيام أكل وشرب فالإنسان إلى إلى دوز نهر العيد خصوه ما يصوموش لكن يبغي يصوم نهر تاني عيد له ذلك لكن الأفضل هو يبغى ثلث يام ثلث يام علاش حدك ثلث يام دي العيد كتكون فيها زيارة عائلية كتكون فيها صلة الرحيم كنشطة فيها مع العائلة والأحباب والمقربين والجيران والناس كتتمشين عندهم وكي يجيو لعندك كي يكون هناك أكلون وشربون شاي وحلويات وتوطيد العلاقة احتية عبادة كتسمى عبادة توطيد صلة الأرحم أما ليجيتي عنده قاته صيم بحليك يقول لك ما تجيش عندي يقول لك حبس ما تجيش عندي فإن أصبح من الإنسان لا حرج عليه أمر مباح لكن الأفضل أنه يبقى واحد يومين أو ثلث يام عاد يبدا ست يام دي الشوال منت خديجة كتقل سورة البقرة مزيان القراءات البقرة ولكن القرآن الكريم خاصنا قراءتين عدنا واحد القراءة الأولى كتسمى الورد اليومي هذا الورد خاصنا نكمله نقرأه من الفاتحة أنتمو غادين البقرة لعمر النساء حتى نوصلوا للجزء أعمى تنسى لي هذا كتسمى الورد هذا الجميل يكون عندك قراءة مسترسلة هكذا وعندك قراءة ثانية كتكون قراءة إما تعليمية سنبغي يتعلم بعض الأحكام دي الدين في القرآن بالتفسير أو رقية يترقى يقرأ البقرة يقرأ خواتي من البقرة يقرأ أوائل الحشر أو سورة الجن هذا كتسمى رقية هذه تكون في وسط النهار لكن كل الورد وحده قراءة الورد نقرأ القرآن من الولد الأخر غالباً كتكون هذه في الصباح الباكر وفي المساء وإحنا عدنا في المغرب عدنا وحد سنة وضعها العلماء الأجهد لا طيبة وهي قراءة الحزب الراتب عند الفجري وعند المغربي كنتمو قراءة الورد كامل غالب الترتيب أما القراءة اللي خاصة بصور معينة نديرها في أوقات أخرى وناخد الفضل للأمرين الاثنين أما سؤالك عن قيام الليل هذه الطريقة التي تستعملها هي الأساس هي أن الإنسان يقوم قبل الفجر بساعتين أو ثلاثة ويصلي ما شاء الله أن يصلي ثم يستغفر المولى ثم ينام نوماً خفيفاً وينتظر حتى آذن الفجر ويقوم للصلاة هذه السنة النبوية الشريفة لمن وفقه الله إليها بنت خديجة اللهم تعالى يفرج عليك الهموم اللهم تعالى ينفس عليك الكروب اللهم تعالى يعودك خيراً رأس حم الفتاة طلقت وعود ربي عودها خيراً وجاءها برجل فيه إيمان ويقين وصلاح ولكن ادعي الله كثير ادعي الله كثير ومتى تمليش على الخلق خلك مع الخالق قل يا ربي فوتت أمري إليك اختر لي فإني لا أحسن الاختيار دبر لي شؤوني فإني لا أحسن التذبير وبقى في الدعاء وربي عز وجل سيصطفي ويختار لك أجمل وأطيب وأنبل خلقه ويجعله في طريقك ما تقلبش عليه ربي غي يجبوا تلقي معاً إما في الشارع العام إما في السوق السوق الأسبوعي إما تلقي معاً في شئ إدارة في السنسور إما تلقي معاً في تاكسي إما تلقي حالوحد الصديق لقاه في الجنازة للنسكي بكيو وديز ولقى نصفه والآخر في جنازة خارج من واحد الحي شعبي والنسكي بكيو فرمق تلك الفتاة التي كان يبحث عنه سنين يبحث عنه في جميع الأقليم يا مصافر وهي قريب منه في الحي المجاور وكانت جنازة أحد عائلتها تخرج ويتبكي بكاء فلما رمقها قال هذا هو الجمال الحزين الذي كنت أبحث عنه فتزوجها وصار من أسعد خلق الله فهو على جمعهم إذا يشاء قضيق بنتي خديجة اللهك الملك الرجاء اللهم تعاليح أقلك المطلوب آمين آمين يا أكرم الأكرمين نتحول إلى إقليم خميسة معنا أم فاطمة قال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كده الحج لا بس الله يطول عمرك الشريفة الله يجعل في دربي يكرمك بارك الله فيك للا لا يذلغنا لي رمضان إن شاء الله يا رحمن يا رحيم عيط لك يا أمي كوريبان ويتغدعي لي مع واحد البنت يا رب قراءات والو شيعة سرسين هذه بزدت لمصر ديالها في مدفعة والو ديال لها شدع والله يجعل في دربي حق لك ما تمليك يا رحمن يا رحيم ومرضاتي يا أمي كوريبان مقلقة بزياله الله يحسن عوانكم أمين ودعي معي وعاوني على وليداتي يا رب يا كريم ودعي المسلمين أجمعين والعواش والمبروقة والسلام عليكم عمي الحش وعليكم وعليكم السلام الشريفة حفظك الله للا أم فاطمة أم فاطمة من الخميسات تحكي لنا عن هم جاتم على قلوب الكثير من الأمهات والآباء الهم ديال الأولاد والبنات اللي قراءوا في الجامعات وحصلوا على الشواهد عليا إما على الإجازة أو المصطر وبعد ذلك يطاردهم شبحوا العطالة والبطالة مكي القوش فرصة للعمل وهذا غالبا تكون في المدن الصغرى يعني باستثناء المدن الكبرى كالضر البيضاء والرباط وطنجة وأجدير ومراكش وغيرها المدن الصغرى ربما لأن المصارد التنمية الاقتصادية والاجتماعية غاد فيها متواضع والمشاريع والملشآت الاقتصادية والصناعية فيها متواضعة جدا لهذا أبناء المنطقة حينما يتخرجون لا يكادون يجدون فرصة دي العمل الا بمشقة الانفس هاد المشكل انك نعيشوا كثير مع مجموعة من الشباب كيجوا عندنا هنا الإدعاء كتلقى شباب ولد آسفي ولد الخميسات ولد خنيفرة ولد خريبقة واحد العداد منهم عدل آماكن المناطق الجنوبية كيجيو كيقول لك أنا حامل كيجي بلك السافة سافة ممتلئ كتحشم منه والله إلا كتحشم منه كتلقى السافة يالو تبارك الله نقي وكتلقى عنده عنده المسار الدراسي بنجاح وتفوق خاد البكالوريا بميزة حسن وخاد الإجازة بميزة حسن جدا وخاد الماستر بميزة تفوق ولكن مسكين ملقاش عمل وفي تخصصات علمية دقيقة قد قائمة في الهندسة في التسيير في التدبير في المالية العامة في الطبوغرافيا في مواد اللي هي حيرفية مطلوبة في السوق كيقول لك ولكن رأى ملقيت مليك يمشي شي شركة كيقول لك رأى عدنا عدنا الكتفاء الداتي أي شركة كيدق عليها كيقول لك عدنا الكتفاء الداتي حتى منهم مبقاش كيقدم المسطر كيقدم فقط غير البكالوريا كيقول لك لعله عسي قبلوه كمستخدم أو كسائق أو ككورسي أو أي حاجة المهم غيدخل غيدخل يلقى وحد الرصيد يعيش به ميميت شيدو غير 2000 درهم 3000 درهم وفيما بعد يا ويلو لو قال لك لما عندي المسطر عادك الساعة يلقى الضغوطات وكيلقى ربما يقول لي غادي تزحم ناس آخرين هذا مشكل كبير هذا مشكل على الصعيد الوطني كان طلبوا الله سبحانه وتعالى في هذا العوشر أن يوفق المسؤولين لتجاوز هذه الوضعية هذه الوضعية اقتصادية واجتماعية هشة كانت مننا إن شاء الله يوفقهم ويعملوا بالليل والنهار لإحداث منشآت اقتصادية وصناعية وتجارية متعددة يعني نخلقوا نخلقوا الحياة ما يسمى بصناع الحياة في عندنا الأموال ما تبقاش راكيدة وجامدة ينبغي أن تخرج إلى السوق إلى العلن وتنشأ المقاولات وتنشأ الوحدات الصناعية وتنشأ المؤسسات بس شباب يقفين يخدم حتلك الموجود الآن لهو موجود إذا لمشيت أيام كمشي مع الشباب كنحاول لعب دور الوسطة ونطلبش حد كيقول لك عدنا عدنا ممتلئ ليس هناك منصب شاغر كتعضره في الغيدي الفقراصه ليس منصب شاغر ولكن فيك المشكل هو لماذا نكتفي بهذا العدد المتواجد لماذا لا نخلق المزيد من المنشآت والمشاريع والمقاولات الصناعية والتجارية والخدماتية بش يتمكنوا الشباب كلهم من العمل فلا حول ولا قوة إلا بالله أم فاطمة من الخميسات أكيد أن هذه البنية بعد أن حصلت على المصدر سنوات ولم تشتغل أكيد ما شعورها الشعور اللي كنعرفه عدد الناس في الغالب كيتصاب بالإحباط وكيتصاب باليأس وكي يقول لك كيندروا إلى المجتمع ندر يأسة هذا ابتلاء شديد نطلب الله سبحانه وتعالى يوفق المسؤولين جميعا كل في موطنه أنه يضاعف الجهود ويضاعف منطق التفكير الجماعي بشين خلقوا البدائل قريبا لكن كنت بغير نقول أم فاطمة كيندروا واحد المسألة فاصل جوهري ما هو هذا الفاصل الجوهري وهو أن الرزق بيد الرزاق إذا كالإنسان يقلب على الرزق بيد الرزاق رأى لا يهمه أنه تكون هناك فرص جديدة للعمل أو تكون هناك مساحات أخرى للتوظيف إذا اعتقدت بأن الرزق بيد الرزاق سيأتيك الله تعالى بالأرزاق من حيث لا تدري حد كين شباب حصلوا على الشواهر المتواضعة وعندما اعتقاد أن الرزق بيد الرزاق ودخل بنفسه إلى سوق العمل وبدأ يبتكر أشياء بسيطة وبعد مدة صار هو من أصحاب الأموال صار من أصحاب الأموال لماذا اعتقد في نفسه بأن الرزق هو بيد الرزاق وليس بيد غيره من البشر حينما نصحح العقيدة ونصحح الإيمان فإن الله تعالى يسمع كلامنا وينظر إلى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا فإنه يتجلى علينا بالعطى ربنا عنده الرزق كله الرزق وإن من شيء إلا عندنا خزائنه خزائنه الرحمن ملأة ملك التعكس ليفوق الأرض كنفع راسي ويددي السمع نخلي الأرض عليه افتقار ونتوجه إلى السمع ونرفع الدياء ونقول يا رب السماء والأرض ارزقني ربنا يقول وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون لن فاطمة الله يكتب البنتك وحد الفرصة طيبة للعمل اللهم تعالى سوق لها فرصة جيدة للعمل الله يعطيها الرزق الوفير والخير الكثير والبركة والتسير ويزول عليها الموانع ويزول عليها جميع العكوسات ويعطيها القبول بفضله ومنه ويحفظ لك البقية للأولاد يا رب فاد العواشر يقربهم العيون ويصلحهم ويتولهم بالعناية والرعاية حتى ترين فيهم ما يسرك وما يسعد قلبك اللهم أمين اللهم أمين يا أكرم الأكرمين نتحول إلى طنجة مع للا نديا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا للا نديا الله يكبر بك كنت نعمل حذلة بس عليك بخير برك الله وفيك الشريفة نهار كبير هذا اللي توصلت معكم يا مرحبا بك مدة هذه وانا كنت ما نصدرنا يعني مدة طويلة هذه وليوم أكتب لي نهضر معك هذا نهار كبير لله مرحبا بك لناديا يا ربي يخليك الله يكبر بك بغيت كامل حذب معي يا الله يرحم لك الوالدين يا رحمن يا رحيم أنا وأخويته هو أو ثاني يا ربي إياك اسمك لله بغيت كامل معي أنا وأخي إيا شي دوادي الخير إن شاء الله يا ربي يا رحمن يا رحيم بإذن الله يا ربي الحبي خي سهو مسكين سهو مريض ليلة هيل الله الحمد لله الله يشافي وعافي يا ربي الله يشافي لا حول ولا قوة إلا بالله الله سبحانه وتعالى اسمه الرحمن واسمه الرحيم وهو الشافي وهو المعافي ربي عز وجل أنزل الداء وشارع وكتب لكل داء دواء جعل لكل داء دواء سبحانه وتعالى إلا مرضنك لتمسو الدواء عند الأطباء وعند المعالجين وعند الصيادل ودلقى إن شاء الله على العلاج المناسب فإذا تعذر علينا نتجه إلى المولى دائما الإنسان اتجه إلى المولى كان سيدنا الشيخ الجليل ابن تيمية رحمه الله تعالى كان عنده وحد الكلام فريد لما كان يفسر معنى قول الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا لما سئل ما معنى الهجر للقرآن قال لهم من لم يقرأ القرآن فقد هجره ومن قرأ القرآن ولم يفهم معانيه فقد هجره ومن قرأ القرآن وفهم معانيه ولم يعمل بأحكامه فقد هجره هنا انتهى الفهم دي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لكن ابنه اللبيب أو تلميده الفريد ابن قيم الجوزية كان يكمل تراته كان يقرأ ترات دي ابن تيمية وكي عود يكمل وصل هذه المنطقة وقال لهم وهناك أمر رابع هجر القرآن معناه وقال الرسول يا رب إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجور قال معناه من لم يقرأ القرآن فقد هجره ومن قرأ القرآن ولم يفهم معانيه فقد هجره ومن قرأ القرآن وفهم معانيه ولم يعمل بأحكامه فقد هجره ثم قال ومن مرض ولم يستشفي بالقرآن فقد هجره المرض ومن تمس الدوا في القرآن فقد هجره لأن ربنا عز وجل يقول وإذا ماردت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا ماردت فهو يشفين قال إذا مارد الإنسان عليه أولا أن يبحث عن العلاج في القرآن الكريم لأن القرآن العظيم هو صيدلية بامتياز القرآن العظيم هو كلام رب العالمين ونحن البشر صنعته نحن صنعة الصانع الله الصانع ونحن صنعته إذا وقع عطب في هذه الصنعة فإننا نلتمس كلام الصانع كلام رب العالمين ونقرأه ونلتمس منه البركة وكان بعد صلحة إذا أصبه مرض لا يتعجل ولا يشعر بالحزن وإنما يعمد إلى إناء من الماء ويقرأ فيه سورة الفاتحة بصوته يقرأها سبع مرات بنية الشفا وكل كي يقرأها بكتر كي يقرأها لا عنده أمراض خطيرة كي يقرأ الفاتحة احتل منه من قل إحدى وأربعين مرة هذا كله غشتهد ولكن اللي في السنة سبع مرات لنا السبع المتاني والقرآن العظيم نقرأها سبع مرات في إناء من الماء ونشرب ذلك الماء فماء زمزم لما شرب له والقرآن العظيم لما قرأ له ونشربوا ذاك الماء وقد يمشي في الدات دينا ويكون عندنا اعتقاد بأن الله تعالى هو الشافي أنا صنعة والله الصانع وأنا أتوسل بكلام الله رب العالمين القرآن العظيم فلما أشرب ذلك الماء أشكي وقع ذلك الماء كي يتحول إلى طاقة استشفائية وكي يمشي مع العروق وكي يبدأ يبحث على أصل الداء فين كي ينداء إلا كان الداء عضوي عندك شي ميكروب في البطن ديالك أو في الرحم ديالك أو عندك واحد العرق مبوشي في الجسم ديالك أو عندك واحد الخلية اللي هي وقع لها اندثار أو ضعف في الكيان ديالك هذا الماء كي يتبع الخلل وكي يقوم بالإصلاح والترميم وبعد أن يأتي لحظة التبول أعزكم الله كي يخرج كل ذلك الدرر والألم اللي كان في الجسم كي يخرج مع التبول وكي يكرر العملية مرة ولو تانية وتالتة ورابعة بعد مدة قليلة غدق بأن جسمك هذا قد تطهر إلى عندك الكورونا كنت سابقا من من الناس لذلك أصابتهم الكورونا وبقى عينك بعض البقايا تزيلها وتطغيرها بصورة الفاتحة وإذا كنت تشعر بالضعف وبالهزال وبالصخفة ولا غيرها عليك بهذا هذا العلاج اقرأ الفاتحة سبع مرات بنية الشفاء حضر اليقين وشرب ذلك الماء إذا قررتها بغير اليقين لن تنفع لابد أن تقرأها باليقين وشرب ذلك الماء وغتشوف الحالة الصحية ديلك حتى الناس اللي عندهم أمراض من غير العضوية كلي عندهم أمراض نفسية عنده اكتئاب كلي عنده يأس كلي عنده واحد نوع من من الهلع عنده خوف وقع عليه في واحد الزمن من عمره تعرض لسيصة ماء بقى عنده الخوف يسكنوه وديمك يشعر بأنه غير قادر على الاندماج مع الناس هذا مرض نفسي علاجه عند الأطباء معروف ولكن يأخذ وقتا طويل لكن لما تستعمل صورة الفاتحة وتشربها كل يوم بالماء بعليقين أشكي وقع الخيوط دي النفس البشرية كتعود لأن الجهاز النفسي هو عبارة عن خيوط مثل خيوط الكمان بحل الجيتار الجيتار فيه في خيوط متقابلة عن اليمين وعن الشمال في حب مقابل كره خوف مقابل رجاء أمل مقابل يأس تفاؤل مقابل تشاؤم وهكذا هذا الأوطار كتتخبل كتتعود بحل نسيج لأنكبوت من داخل بعضياتها لما تستعمل ماء صورة الفاتحة باليقين وكتشربوا أشكوق عليها هذو كل الأوطار كتعود جبد وكتأخذ المقام ديالها السليم بحل الأوطار العود والكمان والجيتار وكتعود تأزف عليها وتخرجوا أجمل الألحان اللي كتلقاه فرحان كيتكلمه فرحان كيتكلمه عنده ثقة بالنفس كيتكلمه هو مسرور كتقول للوضعية العامة يقول لك الله يجعل البركة والله يلا بي خير وعلى خير معنى هذا أن أوطار نفسه مستوية بحل الميزان ديال كمان اللي اجتمع الصب ومقلق ومتوتر وكذلك الوضعية يقول لك سواد على سواد اعلم بأن خيوطه النفسية وقع علىها نوع من التململ والتهلهل وتداخلت فيما بينها علاج نفسي بسيط يكون بأن نشرب الماء الذي مقرؤ فيه صورة الفاتحة وقد يكون المريض عينه أمراض روحية من غير النفس عنده العين شدة في العين قدر عليهم نعمة حامل واحد أعطاه الله واحد نعمة شرى سيارة جديدة اشترى بيتا فاخرا ده الوحد الاتات جميل البس وحد لبس أنيق هذا كالله يسترنوي إذا لم يكن محصن كتبع العين كتلقى بأنه كتلقى متائب كثيرة إما كتصاب في جسمه بالمرض ما كعفش نوع أصل هذا المرض وإما كتلقى لنزاع داخل الأسرة مع الزوجة ولا مع العائلة وإما كتلقى لتعطر في العمل كتلقى في خدمته دائما عنده الحساد وتابعينه وكيحفروا له وإما كتلقى أصله الباركة في المال وإما 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 هذه أمراض روحية إما مصاب بالعين وإما مصاب بالحسد وكين الله يسترنا ويستركم اللي كيكون معمول لعمل وهذا كتير في المجتمع أصحاب القلوب الضعيفة كيدلوا أعمال شيطانية كيخلك دائما مظهر مع الأوهام كيلي كيطاح النهر كله هذا الكلام كنقول أيها الأحباب والكرام ليس من قبيل الخيال يوميا كتلقى مع الناس عندهم عندهم صراعات مع الوهم كتلقى كيقولك أنا مشيت عندي بسيكولوج مشيت عن كذا هو عنده أوهام وهذا الأوهام اللي استركت قناة إبارة عن أعمال سحرية كي يعود الإنسان كيشعر بأنه مضر أنه ما عندهش الموصلة وككل يعالج غير بقراءة الفاتحة الفاتحة فاسر السبع المثاني والقرأة العظيم لهذا احنا إن شاء الله هذا الأسبوع كله غنقوا مع الفاتحة بالأمس قرأنا معنى قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين اليوم عرفنا معنى قوله تعالى الرحمن الرحيم غدا إن شاء الله إلا بقنا من أهل الدنيا غن تعرفوا ما معنى مالك يوم الدين غدا غن تعرفوا على مالك يوم الدين واشنوى يوم الدين والمحشر والبعث والنشور وهذا العالم الذي ينتظرون مالك يوم الدين وبعد منه نقرأوا معنى إياك نعبد وإياك نستعين هذه الخطيرة هي القلب دي القرآن القلب دي القلب دي القرآن هي هذه إياك نعبد وإياك نستعين ثم ختامها السراط المستقيم إهدنا السراط المستقيم ما هو السراط المستقيم ومن هم المغضوب عليهم ومن هم الضالين هذا كله سوف نتعرف عليه كل يوم في جملة واحدة نعيش مع الفاتحة لكي نحن مقبلين على رمضان وبغينا إن شاء الله تعالى الإيمان دينا يزقو إلا تقوى عندنا الإيمان غن تشفاو إلا تقوى عندنا الإيمان غن تغير عندنا نظرة دي الوجود دي الفيزيون دي الحياة كلها غن تغير غن تصبح عندنا أون كولور غن تباليك ميلتي كولور حلقة وسقوزح غن تباليك الحياة الجميلة جدا إلا قوين الإيمان في القلوب أسهل طريقة للسعادة أسهل طريقة للنجاح أسهل طريقة للصحة والعافية أسهل طريقة للسي القدما إلى الأمام هي أن تقوي فيك الإيمان وتغرس فيك معاني الرحمن أنا داك سترى عجب قدرة الله تعالى للا أم فاطمة الله يشافي لك البنية ديالك الله يحفظها ويرعاها ويبرك فيها للا نديا الله يشافيك بنتي الله يشافيك ويبرك فيك ونور لك الطريق ومع ذلك التطوير هناك مكلمات أخرى على الخط نتحول إلى أين نتحول إلى إقليم الدخلة معنا أم مروان والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الله يحفظك ويرعاك ويبرك فيك للا الحمد لله خليك الضيلة نهار كبير هذا اللي يخط عندك يا ألف مرحبا للا سحال هذا ونكن وционل近 Blazeك وكن الأف標 والمهما اللي يرحملك الوالدين بيتمنى مكو علىOn بيتمنى مكو على dravado يا رحمن يا رحيم بعليا مسااكي من الزوج لأيلى هيد الله و مهما لدي مشاكي كبيرة بيتمنى مكو حدا عودية الخير قسما بالله الى انا مظلومة الله شاهد علي ييتمنى مكو حدا عودية الخير ومستمعين يقلوا اكيامين وامين كيف ما كان قولها أنا راني انتبع معاك وكانت صنطليك يا ربي يا كريم وحد دعودي الخير دعلي مع الوالدين انت هما راههم عيانين هما رات شوية الوالد عنده الثقور والوالدة هي كان عندها صراطة تادي والحمد لله على كل حال دعلي معهم وحد دعودي الخير ودعا معي أنا الله سيكو ريبا إلى أنا مظلومة بالله أتمنك وحد دعودي الخير ومثنان عن كامل نقوله آمين يا رحمة يا رحمة هذا الراجل كي يتعطى المخديرات ما كيصليش وكي يكمي كي يشرب الخمر وكي يجيوك يعني فيه كانت يضربنيش حال هذي كانت تنطباب كانت تنقل عصار كان غضاب كانوا لي كيدخلوا الناس كانوا لغادي يتبدل وللأسف وهذي مؤخرا تعرف على واحد سيدها خراب تعرف على واحد المرأة الموين إن شاءك الطريق اللي غير صالحة الله يهديه الله يرسل الله يهديه يا رب وكيستعمل المخدرات الجيد وكيكنيه ولكن شوية المهم احنا المشاكل كينين منش حال هادي ماشي من بحراب يتمكذبوا لاشي حاجة ايها لله لان كيضربني وكان دي وكيددخلوا تاني الناس وكان عود تاني نرجع ولكن ما تغيرش ولكن غير ما تزعب جاعم يتعرف على هاد السيدة جاعم السيد من قاش كيشوف فيها نهائيا لحول ونقوتي يسيب فيها وبدون سباب وكي يحطني في شي يحط فيها شي حاجة لي ما كيناش حاجة ما كيناش حطني فيها لا اله ايها للا ايها للا وكان سمعنا وقال لي المرة مخفشت كل راجل طلقني ما عرفتش وش عندي انا يا الدنب في هاد الشي ولا شنو وكان دعيتاني وكان طلب وكان قول لي دعيتك والله ياخذ لي حقي منك ما عرفش اشهد شي عندي فيه نقول لا لا ودعنا يا الله ارحمك الوالدين لا اله الله يفرج عليك أم روان يا ربي يا للا أم روان الله يفرج عليك الله يرحمك الوالدين مستمعين كامين يقولوا آمين يا رحمة يرحم بإذن الله شكرا لك للا أم روان من دخل شكرا لك ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذه من المواضيع التي فيها المآسي وضعية بعض النساء في عش الزوجية كتلقاها معذبة وتتألم في صمت من أجل الأولاد ومن أجل سمعة العائلة ومن أجل كلام الناس كتبقى المرة هكذا للأسف كين بعض الأزواج ربما صعب أن يتغير المرأة ملكة زوج مع واحد زوج وكتلقى عنده واحد صفة إما أنه كيستعمل مخدرات أو أنه كيستعمل خمر صعب جدا أنه يتغير لهذا الإنسان ملك يبغي زوج أول مرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لنا انظروا إلى الدين وإلى الخلق من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه فكي كل إنسان مبتلى بهذا الأمر طب الله يغفر لنا وله ولجميع المؤمنين كيبقى دائما ربك يدل لنا المواسم كي دل لنا رمضان كي دل لنا شوال كي دل لنا شعبان كي دل لنا رجاب كي دل لنا أضحى فاتح محرم هذه المناسبات مع حقيقتها هذه المناسبات بغينا الله سبحانه وتعالى أننا نغير ونجدد ونصحح ما صارنا شحاملوا واحد كي يستعمل المخدير وشحاملوا واحد كي يستعمل الخمر والآن رصار من الصلحاء بل منهم من صار من أولياء الله الصالحين كنت كامش لديها المقدسة في الحج ويا ما كنت كنت لقى مع ناس كي اللي عنده ستين سبعين عام كي يقول لي يرى عمري كل دوستو هكذا يالله تبع لي المولى منك يبغي توب المولى عز وجل واحد النهار منك يبغي توب عليك الله تعالى كلك يتوب علي الله من قريب بسرعة وكلك يطول بزاف وكلما طول إلا كيأذي نفسه وكيأذي العائلة دياله وكيدمر كل من حوله ويضيع أمواله أم مروان لا شك أنها تعيش حياة ضنكة لأن الرجل إذا كان مبتلى بالخمر وبالمخدرات معنى هذا أن المال اللي غادي يجيبه غادي يصرفه اللي حصل عليه غادي يخسره يعني دائما غادي يتلقى مفلس والأمر الثاني هو أنه من اللي كيشرب الخمر وكيستعمل المخدر كيعد ضعيف كيعد ثانيه غير قادر على العمل وكي تمشي منه روح المبادرة يعني كيجلاس كيبقى واحد الوقت طويل غير منتج غير قادر على الإنتاج ثم بعد ذلك يستولي عليه إبليس إلا كيستعمل المخدر وكيشرب الخمر طبعا ما غايتوضاش ما غايتصليش ما غايتحيش للجنابة سوف يستحود عليه إبليس إبليس كيقلب على هذا النموذج إلا كالإنسان متوضي إبليس كي ما كيرقاش بني يدخل لك إلا كنت غير متوضي جنابة ولا جنابة ومعصية وترك للصلاة غيك يدخل مليك يدخل لإبليس أول حاجة كي ديره لي كيخلق لي عاشقة هو كيظن بأنه يستمتع إبليس كيزيلي عاشقة ولكن العاشقة غايتكون ربما هي أقل جمالا وأقل من زوجته بكثير ولكن إبليس يزينها له فيفضلها على الزوجة وكتلقا كيمشيل واحد العالم ديلتيه وديل الضياع والتشرد وحينما يعود إلى بيته وقد صرف كل الأموال كتبلي مسكينة هذه المرأة أم الأولاد كتبلي واحد صورة اللي هي في عينه كتبلي سيئة أول ما كيبدأ بها أنه يتهمها بالبطل إما كي يتهم بالخيانة إما كي يقول يدرتي كذا وكذا مو بخصي يقلب لي على واحد صبة واحد النهار تكلمتي مع فلان ذيك النهار سلم عليك فلان واحد سلم نقص ذيك المرة في العرس كنتي كتلقصي واحد يشوف فيك من هنا مو بخصي يقلب لها وخدست عشرين عام ثلاثين عام خصي يقلب لها على واحد الحدث بشيتهمها بأنها في كرامتها وفي عفتها وكتكون دوامة كبيرة الحياة تصير كتصير واحد نوع من الدوامة ما هو المخرج المخرج هو أخش جلوس طويل وعارض وخاصة كل واحد كي يحكي ما عنده وكان حاول ما كان خيطه بخيط بيض لكن هناك طريق أسهل أسهل أم مروان وأن هذا الرجل رأي يبقى زوجك اختارك من دوني جميع النساء فله حق علي وهو أيضا أبو أولادك وهو يبدو أنه مبتلى وأنه غارق هذا إنسان غرقان إنسان دخل واحد اليمن هو اللي بغي يخرج منه مقدرش الأمواج تجره الناس كي يستعدوا في هذا العواشر كتلقى هم كي يستعدوا للاستغفار كي يستعدوا للتوبة كي يستعدوا للعمل الصالح الناس كي يستعدوا لألشح من واحد مدنب كي يقول له وباركة الله يجعل البركة ويستحي الإنسان كي يشدد التوبة دياله كتلقى ملدبك يستعد كي يدخل إلى رمضان وقد غير حياته احتموا على مستوى اللباس بزاف الناس دبا الآن كي يخيطوا ملابس تقليدية جلابا دي الرمضان والبلغة دي الرمضان والطاقية دي الرمضان بمظهر دي الاحترام والتقدير لأن إن شاء الله هذا رمضان سنعيشوه إن شاء الله تعالى وكأن الحياة تتجدد لنزم الكورونا سنتين دوزناها في الحرمان دبا الحمد لله المساجد راها كتنظف وكتصوب وغد كن شاء الله ترويح رمضان وغد كن شاء الله تعالى دروس الوعظ والإرشاد وغد كن شاء الله تعالى قراءة الحزب الراتب وغير ترجع للحياة الطبيعية الناس كيستعدوا كيستعدوا الحمد لله باش يبدوا صفحة جديدة بغيت كلا لأم مروان هذا الرجل هو زوجك وأب وأولادك اعتبري أن ما يقع له الآن هو إنسان مبتلى وغرق وبغي يخرج وما قدرش مدلي هيدك حاولي معاه عيوض أنك كتدعي ليه بالسوء كتقول سير الله ياخد الحق منك هالدعاء يعني لا إله إله بتقبله أنا غير يتعدب أكتر أنا غير يزيد يزيد عدب في عدب غد دعي بالخير قل يا ربي تهديه يا ربي ترد به ردا جميلة يا ربي تجعله من الصالحين يا ربي كره إليه الخمر والفسوق والعصيان دعي لي بالرحمة ودعي لي بالهداية غد توصل الدعوة عند الرحمن غير تبدل لأن كل واحد منا هو مهدي بقوة الله قلوب البشر بين أسبوعي الرحمن إن شاء ذدها وإن شاء ذالله اللي هو مهدي رمشي من نفسه راه الله اللي هدانا واللي هو وضال راه راه ربي تخلى عليه ولم ينظر إليه فاشتلته الشياطين والعياد بالله ما تطلبش طلاق لنا أم مروان لأن الطلاق في هذه الحالة هو ليس بحل لإن اطلقتي هو ما يبقى في خير غي يزيد في الغييد يالو غي يزيد يغرق أولادك غي يزيد ضيعه وأنت مرة مطلقة لسان دي الناس ما كيوقرش كيقولوا كلام في كلام وكي يخلي المرأة المطلقة معدبة مرتين فعوضا أنك تطلب بالطلاق بغي تقول لأم مروان تكوني مناضلة أنك تدافعين على أسرتك تدافعين على حياتك كيف هو اللي يخلي هذا الرجل يخليك ويمشي يقلب على المرأة في الخارج ربما أنه عينه زيغة لماذا النساء لا تتزين لأزواجهن في البيوت هذا من الشريعة وهذا من السنة سيدنا النبي كان يوصي كل مرأة أنها تتزين لزوجها بل كان يوصي للرجل الرجل أن يتزين لزوجته كان عبدالله بن عباس قال كان سيدنا النبي يوصيني بأن أرجل شعري يقول لي مشت شعرك وديله الدهنة دي لي جال باش يكون شعرك ناعم ودي الطيب دي الريحة طيبة أو البس لبس أنيق تزين لزوجتك هذا الرجل وبالأحرى المرأة لابد أن تتزين لزوجها أكيد أن المرأة إذا أهملت نفسها مع الأولاد وأشغل البيت والمطبخ الزوج من لغا يدخل غا يلقى في ذلك الهيئة ربما كلي عينه زيغة ما كيقدرس المرأة كذا الرجل كل شف مراته كمسكين أخدم نهار كامال ومتعبة كيزيد يعاونها وكتحلى في عينيه كيقول هذي أم الأولاد وصابر معايا وشو مسكين الفرطة فينفسها كيزيد تكبر في عينيه كينا الرجل لعكس ذلك اللي هو يا عينه زيغة كيقول لي كنا على بره لقيت النساء لابسين نبس أنيق ولابسين موضاء آخر موضاء ونبه الضر المرأة كيوقع كي القسبة تزيني لزوجك ثم من يتشوفي بأنه رجع من الدار وهو مخمر وهو وهو في وضعية صعبة حول ما أمكن أنك أنك تأخذ بلتي أحسن وتستره على الآخرين وكسب فيه ثواب كسب فيه ثواب ربي غضي جزيك وهو أنك أدعي له في السجود وفي قيم الليل بالهداية بالهداية أكتري له من طلب الهداية وإن شاء الله يهديهم ولنا يا ما كان عرف عدد الناس كانوا سكار وكانوا مخمرين وكانوا كلابوا القمار وكانوا في المقدمة الأولى في الفساد من لي أدركتهم رحمة الله رصارهما في الصف الأول في المساجد وصاروا وصاروا مؤمنين وكي يقول لك يقول لك أنك يتعمل معي يا ربي من ليك يسمع قول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيمة هذه الآية نزلت في وحد الصحابي كان بقي من الأعراب كان كيدر الدنوب كلها كان كي يخمر وكي لعب القمار وكي تعطى الفسد وكي يظلم الآخرين وكي يسرق الأموال جميع الدنوب دارها من ليسمع بالإسلام وجل المجلس النبوي الشريف ورقى الصحابة جلسين طاقت نفسه للطهر ويقول يا رسول الله أنا بريت نتوب بريت نبدأ صفحة جديدة ولكن أنا دنوب كثيرة ما صار حياتي مليء بالدنوب كل الدنوب اللي هنا كله ارتكبتها وكله اجنتها وخنتوا شحال قد دي من الدنوب لدي دست عندي خمسين ستين عمد الدنوب كي يغندر معها فنزل قول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما هذا الأعربي قال كيف يبدل الله سيئات حسنات أنا عندي ملايين للدنوب قال سوف يبدلها الله تعالى قد تصير ملايين الحسنات إذا توبت توبة النصوحة اسمع الكلام قال ورب الكعبة قال لي أنا غندير وغندير فقال النبي الكريم أفلح إن صدق ما هي إلا ما هي إلا لك اليوم اليوم اللي بعد منه توفي الرجل دك صحابي توفي فجاء الناس قالوا يا رسول الله فلان لقال لك نرى تبت وغنبت صفحة جديدة لقد مات قال طوبة له ورب الكعبة فاز فوزا عظيم در الدنوب تلأخي اللحظة فتابع فبدلت دنوبه وسيئاته حسنات فصار من المقربين إلى الله لن لم أم مروان احنا مقبلين على عواشر ماركم سعودة هذا الشعبان وعلى أبوام رمضان دعي مع الزوج ديالك بالهداية كتري معامل لهداية أبو أولادك واربي غادي بارك لك وأحسن حاجة أم مروان بقيت صلي على النبي لما عرف ما يقول لما عرف ما يقول يوقف التفكير ويوقف روح المبادرة ويركز على مبدأ واحد يبقى يصلي على النبي الصلاة على النبي وسيلة عظيمة من الوسائل التي وضعها الرحمن لتغيير النفوس وإرشاد العقول وإصلاح الأوضاع لمعرف ما يدير معرف ما يقدمه يوخر يريح ويبقى يصلي على النبي ويصلي على النبي وفرحان صلي على النبي الكريم وأنت فرحان ربناك يقول لنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يبقى يصلي على النبي ويعلموا ولدة الصغار يصلي على النبي ويصليه وفرحان ويقول له يقين بأن الله سوف يغير حياته وسوف يرسم له صورة جميلة جدابة رائعة كلها أفراح ومسرات مرسومة لقوس قزح بالصلاة على النبي فصلوا جميعا على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نواصل أيها الأحبة الكرام واللحظة نتحول إلى سيد قسم مع للا فريدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للا فريدة من إقليم سيد قسم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحفظك ورعاك للا الله يرعاك ربي من عنده ويوقف معاك برك الله فيك نعم سيدي بغيتك تدعليا على الوليدة يا رحمن يا رحيم فقدة البصر دي اللي هم في كناعة ووضع شهور دا با لا إله إلا الله نعم قشش في كناعة يعني بوحدة هنا يماع القينا لها جهد وهذا ليلى هيل الله وهي والواليدة ويعني كل شي منها سقينا وغينا نحولها ساكنة في العربية وغينا مخلون لمدينة وهذا ساعة قلت كنا حافظة ببار ديالي وعشت فيها وهذا أي فعلا نعم سيدي الله يشافيها ويعافيها يا ربي يا كريم للا فريدة كيفاش تقبلت مني خذ لها الله العوينة ديالها وقع لها انزعاج ولا حمدة ربي وشكرته على كل حال هي عندها فقار أيه وكانت كيقول لها طبيب ما تصوميش رمضان وكانت تتبكي يقول لك ما نقدرش نناكل تنقول لك ما كنا من كيقول لك طبيب كولي لحها رجعلي كيقول لك اللهم ستجيني تقيلة نناكل يعني صامت صامت سنين شي عامين لك لتسنين وطلع لها فقار العين واحد العين يقول لها طبيب مشات لك الشباكة لا إله إلا الله ووحدة مشا لها قال لها العصبا مفقت عنك لا إله إلا الله وهي كتصر عليها كيقول لك هدري مع الضغط قريبانة بنتي ألا قبل ذك العشاب وهذا لسحراء وغيرت نمشي العين بإذن الله بإذن الله تعالى بإذن الله الله يحفظك للا فريدة يا رحمة الرحيم لا إله إلا الله شكرا لك شكرا لك للتواصل ديالك وهذه فرصة نذكر بأن الناس اللي عندهم أمراض مزمنة عندهم السكري أو عندهم ضغط الدم أو عندهم بعض الأمراض اللي مزمنة والطبيب قال لهم في رمضان ما ينبغي له أن يصوم لابد أن يتبع نصيحة الطبيب لأن الله سبحانه وتعالى إنما فرض الصيام على الأصحة أما اللي هو عنده مرض مرض شديد جدا فهذا لأقل الطبيب عليك أن تفتر فعليه أن يفتر لماذا لأن هناك مضاعفات دابا الآن النموذج لعدنادي الأم فريدة كونها أنها كانت مرضة بالسكري وصامت وهذه المدة بدأ السكار كي يطلع وكي ينزل وكيدرب لها مجموعة دي الأماكن فدرب لها الشبكة كيدرب الكلاوي كيدرب بزاف دي الأشياء والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها على كل حال هذه نصيحة باش كل واحد لك كان مرض مرض شديد رهل الله تعالى لم يكلفه أن يصوم رمضان وإنما طرح له البديل أنه يفدي عن كل يوم يطعم مسكين وهذه مصلحة كبيرة سيقع هناك إطعام عدد كبير من المسكين والضعفاء وهذا غيكون واحد نوع من تضامن التكافل اللي هو ديني عن طريق الفدية لكل من كان مريض طبعا لا يشاء أي مرض إلا كان مرض بسيط هذا لا لا يستدعي أن الإنسان يفطر ولكن عنده مرض شديد بأمرين من الطبيب هو اللي يعرف الحالة الصحية ديالو الآن للفريدة وقد وقع الذي وقع المهمة ديالك وربما أراد الله لها الخير لو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم إلا خيرا لعل الله عز وجل أراد من أمك أنها في آخر عمرها تكتب عند الله تعالى من الذين اصطفاهم المولى وأن يدخلوا الجنة بلا حساب لأن كل من فقد بصره فإن الله تعالى قد وعده بدخول الجنة بالحساب قال صلى الله عليه وسلم عن رب العزة من أخذت منه حبيبتيه فصبر ليس له جزاء إلا الجنة من أخذت منه حبيبتيه فصبر ليس له جزاء إلا الجنة يعني لخذ الله تعالى البصر دياله وصبر واحتسب وقال هذا أمر الله يفعل ربنا ما يشاء في خلقه ربنا عز وجل وعده بأنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب لا يسأل يعني مباشرة من القبور إلى القصور فالدنيا قصيرة جدا ولكن الآخرة هي طويلة وطويلة وطويلة ومديدة ويوم الحساب عند ربك كألف سنة مما تعدون كألف سنة إنسان غد يفقد البصر واحد فترة وغد يصبر ولكن ربنا سبحانه وتعالى غد يجزيد جزاء الأوفى فعلى كل حنط الله تعالى يتقبل منها وحقيقة هي أن ملكي كبر الإنسان الله سبحانه وتعالى قد يأخذ له البصر أو يضعف له البصر ولكن يعطيه واحد مقابل المقابل أنه يقوّله البصيرة كلما ضعف البصر تقوّت البصيرة هي قاعدة يقول لك بعد الأربعين يضعف البصر وتتقوّل بصيرة بعد الأربعين أي واحد كده النظارة بصره قصار ضعيف لكن بصيرته تقوّت وإذا اطلعتم على الغيب لا علمتم ما فعل ربكم إلا خير فتضيف الولدة وإن شاء الله تعالى ربي يجعل لها الأجر والثواب العظيم والكبير فضلا منه وإكراما وإحسانا لأن فريدة العشاب اللي ذكرته والسيحمد من إقليم الراشدية رامشه عنده الناس والمشكلة اللي يوقع عليه هو اكترعليه الناس اكترعليه الناس ورجل رباني رجل مبارك وعنده خبرة في مجال الأعشاب وجاب عليه دي الله تعالى الشفاء لبعض الناس لكن حسب معلومتي أنه قال للناس بأنه سوف يتوقف عن العمل هذه المدة حتى بعد رمضان عادي يستأنف العمل دياله جاءوا عنده ناس كتار خاصة من الضرب جاءوا عنده واحد عدد كبير ديالناس وقدمهم المساعدة ويحكيوا علي بأنه رجل لبيد ورجل مبرور ولكن عنده شيء ظروف خاصة قال لك بأنه سيتوقف عن العمل ريتما بعد رمضان وربما كلك يبغي يعتكف لله كلك يبغي يمشي للعمرة كلك ربما عنده حالة خاصة به فنطلب الله تعالى يشافي ويعافي وإن شاء الله اللي يبغى الرقم دي الله الشريف راكين في المحطة دي الإدعاء منتصل بالتليفون تقول لهم سيحمد لعشاب يا توق الرقم دياله على كل حال للا فريد الشفاء من عند الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا بأن إبراهيم الخليل سوى الله تعالى قل يا رب المرض ممن قل المرض مني قل يا رب والعلاج ممن قل العلاج مني قل يا رب وما شأن الأطباء والممرضين والصياضل والمعالجين أربي عز وجل قل له هؤلاء قومون لا نريد أن نقطع لهم أرزقهم الله تعالى اسمه الرزاق ذو القوة المتين ويريد أن يرزق العباد فكتب لهم هذا الأمر فأسأل الله تعالى أن يشفيك ويشفي الولد ويشفي الجميع اللهم رب الناس أذهب الباس اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقم ولا يبقي ألم اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا دل جلال والإكرام سبحانك سبحانك تعالوا بنا ندعو الله ندعوه بالتسبيح سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك يا الله سبحان من لبس العز وقال به سبحانك سبحانك سبحان من تعطف بالمجد وتكرم به سبحانك يا الله سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحانك يا الله اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك بنور وجهك العظيم وباسمك الأحب إليك ونسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أنت شافي منا كل مريض وكل سقيم وكل عليل يا ربي يا كريم شافي منا كل مريض وكل سقيم وكل عليل يا ربي قلت وقولك الحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقلت وقولك الحق ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور فيه شفاء للناس وإذا مردت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء اللهم يا ربي كريم ببركة آية الشفاء اشفي منا كل مريض اشفي منا كل سقيم اشفي منا كل عليل يا ربي أنت المشافي وأنت المداوي وأنت على كل شيء قدير وحدك قادر على أن تنزل الشفاء بعبادك وغيرك من الخلق لا يستطيعون إنك على كل شيء قدير اللهم يا رب قلت وقولك الحق وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إله وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم اللهم اكشف عنا الضر اللهم اكشف عنا الضر لا يكشفه إلا أنت اللهم وارزقنا الخير لا راد لفضلك إلا أنت اللهم يا ربي قلت وقولك الحق قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء اللهم شافنا وعافنا وداونا يا رحمن يا رحيم تمسقنا بحبل ألطافك وتشبتنا بذيل إفضالك نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الذي سخرت به الوجود من الغيب والشهود يا رب بأن تجعلنا جميعا أقوياء اللهم ارزقنا القوة اللهم ارزقنا القوة اللهم اجعلنا أقوياء بقوتك التي أحاطت بها الأراضين والسماوات اللهم احفظنا معا من كل سقم وكل بلاء اللهم احفظنا من كل سقم وكل بلاء اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألم نسألك اللهم يا كريم من عظيم لطفك وكريم سترك الجميل أن تشفينا أجمعين يا رب اشفينا أجمعين ومدنا بالصحة ومدنا بالعافية يا رب لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم اشفينا اشفينا أجمعين شفاء ليس بعده سقما أبدا اللهم خد بأيدينا وحرصنا بعينك التي لا تنام واكفنا بركنك الذي لا يرام واحفظنا بعزك الذي لا يضام واكلأنا يا ربنا في الليل وفي النهار يا ربنا أنت ثقتنا وأنت رجاؤنا اكشف عنا الهموم يا كاشف الهم اكشف عنا الهموم يا مفرج الكرب فرج عنا الكروب يا مجيب دعوة المضطرين أجيب دعاءنا اللهم أجيب دعاءنا وألبسنا جميعا توب الصحة والعافية اللهم عاجلا غير آجل اللهم عاجل غير آجل اللهم عجل لنا بالفرج اللهم عجل لنا بالفرج بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نعود بك مما استعاد منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى يا رب إنا نعود بك يا علي يا عظيم مما استعادك منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى نعود بك يا رب العالمين من شر كل دي شر اللهم يا رب نعود بك من شر كل شيطان مريد ومن بطش كل جبار عنيد اللهم شافنا وعافنا يا أرحم الراحمين بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس وعين حاسل الله يشفيكم بسم الله أرقيكم من كل داء يؤذيكم من كل بلاء يؤذيكم من كل شر وشقاء يشقيكم من كل نفس أو عين حاقل أو عين حاسل الله يشفيكم اللهم يا رحمن يا رحيم اشفنا من كلنا اللهم عصمنا اللهم احفظنا اللهم اجرنا اللهم بيدك البرء وبيدك الشفاء فعجل لنا بالفرج يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا لطيفا بعباده الطف بنا يا كريم الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللهم يا صاحب اللطف الخفي بك نستعين ونكتفي يا صاحب اللطف الخفي بك نستعين ونكتفي اللهم يا من لطفه بخلقه شامل وخيره لعباده وصل وستره على الكل سامل اللهم أخرجنا من دائرة الضيق إلى أوسع طريق اللهم لا فرج إلا فرجك ولا لطف إلا لطفك فعجل لنا بالفرج اللهم عجل لنا بالفرج يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا صاحب اللطف الخفي يا صاحب اللطف الخفي اللهم فرج عنا وعن عبادك المؤمنين في كل مكان اللهم يا رحمن يا رحيم عجل لنا بالفرج عجل لنا بالفرج بفضلك وجودك يا حنان يا منان يا عظيم الشام اللهم يا ربي في هذه الساعة المباركة تجل علينا بلطفك الخفي اللهم تجلى علينا بلطفك الخفي اللهم تجلى علينا بلطفك الخفي يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف اللهم احفظنا بألطافك الخفية من الأمراض والأسقام والعلل اللهم واجمع شمنا الأسر ببركة ألطافك الخفية اللهم يا رحمن يا رحيم بألطافك الخفية ورزقنا الرزق الحلال الطيب واصرف عنا الحرام واجعلنا يا ربنا من أهلك وخاصتك يا صاحب اللطف الخفي يا صاحب اللطف الخفي يا صاحب اللطف الخفي عجل لنا بالفرج قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين ورددوا اللطيف رددوا اللطيف فإن الله لطيف بعباده